الأزمة التي يشهدها لبنان اليوم تشبه إلى حد كبير ما مر به سابقا إلا أن الفرق عام 2002 عن اليوم صنعه الحضور العربية ومساهمته في تعافي الاقتصاد اللبنانية تاريخيا ساهمت علاقات لبنان الجيدة مع الدول العربية في رفع دعم الاقتصاد وتدفق الاستثمارات ودائع ومنح وقروض ميسرة لكن لبنان تغير وبدأت ملامح التغيير الاقتصادي في الظهور جليا بعد اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عام 2005 في بيروت وهيمنة حزب الله على المعادلة الداخلية محللون يشيرون إلى أن اقتصاد لبنان بدأ بالتباطئ خلال مراحل شهدنا فيها ابتعاد بيروت عن محيطها العربية وتوجهها نحو المحور الإيراني بسبب حزب الله المرحلة الأولى كانت بعد اغتيال الحرير الأب والتي أشارت المحكمة الدولية في لاهاي إلى تورط خمسة كبار بالحزب المرحلة الثانية كانت عام 2006 مع نشوب النزاع بين حزب الله وإسرائيل والذي أصاب البنية التحتية في لبنان بأضرار جسيمة عديدة هي المحطات التي أثرت سلبا على لبنان فاقتحام حزب الله في مناطق عدة في بيروت تسبب عام 2008 مرة جديدة بأضرار سياسية واقتصادية العام 2011 شكل أيضا مرة جديدة مفترقة طرق سياسية أسقطت حكومة من حزب الله وحلفائه أثناء وجود الحرير في واشنطن ثم بعد انطلاق الثورة السورية جرى حزب الله لبنان إلى المستنقع السوري تحت ذرائع عدة التهجم على السعودية والإمارات في خطاب أمين عام الحزب وزرع خلايا إرهابية في الكويت وأخيرا التورط المباشر في حرب اليمن عبر تدريب العناصر الحوثية على إطلاق الصواريخ وإقلاع الطائرات المسيرة مواقف قادت لبنان شيئا فشيئا إلى عزلها عن محيطها